في فيديو النهاردة بقى نتكلم في موضوع حظر ارقام الواتساب اللي انتشر فترة اللي فاتت في الحقيقة انا اتكلمت في الموضوع ده قابليها بشهر بالزبط نزلت مقطع قصير وقلت فيه ان الناس كلها تبدأ تمسح تطبيق الواتساب الزهبي لو بتستخدمه او اي نسخة من تطبيق الواتساب المعدلة يبدأ يمسحها فورا لان الواتساب هيبدأ يحزر كل الارقام اللي بتستخدم تطبيق الواتساب الزهبي تيه ناس كتير اوي هاجمتني في الكومنتات على المقطع ده اول لما نزلته بدأت ناس كتير اوي تعلق وتقول لي بطل هاري وكلام طبعا زي كده كتير بس دي كانت اشهر عبارة وبعدها بقى بشهر الناس بدأت تتحزر زي ما انتم ما شفتوا بالزبط الفترة اللي فاتت بدأ بقى يبدأ الحظر المؤقت يشتغل وبعد كده الحظر الدائم هل بقى الحظر المؤقت اللي بدأ يجي للناس ده بسبب نسخة الواتساب المعدلة سواء بقى التطبيق الواتساب الزهبي تطبيق واتساب عمر والكلام دوت طبعا في نسخ كتير اوي من تطبيق واتساب المعدلة هل الحظر بيجي بسبب النسخة المعدلة ولا اسباب تانية في الحقيقة ده سبب من ضمن الاسباب اللي هي النسخة المعدلة ده سبب من ضمن الاسباب اللي بتيجي من خلال الحظ لو انت بيجي لك الحظر المؤقت اللي هو ساعة وبعد كده يجد التاني في ساعة ساعة وهكزا وانت طبعا ما بتلحاش حتى استخدم واتساب بتتحزر على طول اعرف ان ده من النسخة المعدلة ولازم تحول لتطبيق الواتساب العادي ده بالنسبة للحظر المؤقت اللي بيجي لك. طبعا في اسباب تانية للحظر كتير لان تطبيق الواتساب عدل السياسات بتاعته وبعد سياسات صارمة في استخدام تطبيق الواتساب. هتلاقي مسلا عندك لو انت جد تضيف شخص المجموعة ممكن تلاقي نفسك خط حظر مؤقت. او مسلا جد تبعت رسالة وبدأت تحدد تحديد الكل بتبدأ تاخد حظر من استخدام تطبيق الواتساب. في اسباب كتير زي مسلا ان صاحبك يدخلك في مجموعة. المجموعة دي بتنزل سور بلاس 18 او بتنزل اي حاجة بلاس 18. معنى كده اللي انت هتاخد حظر وكل اللي في المجموعة ياخد حظر. فانت لازم تلغي ان اي شخص يضيفك في اي مجموعة مش موجود عندك فجاة الاتصاد. ولو انت كمان شتم تحد من اصدقائك وعمل فيك بلاغ هتاخد برضو حظر مؤكد. ففي الحقيقة في اسباب كتير جدا. ولكن زي ما قلت لك اشهر سبب من ضمن الاسباب دي كلها هو استخدام النسخ المعدلة من تطبيق الواتساب. فانت لازم تمسح النسخة دلوقتي المعدلة. وتبدأ تثبت النسخة الاصلية. فابد الوقت انا رقم اتحذر من استخدام تطبيق الواتساب. اعمل ايه عشان انا فك الحظر ده? ده اللي انا عرفولك في فيديو النهاردة واللي عامل مخصوص عنه الفيديو بتاع النهاردة. مبدأيا كده لو انت اتحذرت حظر مؤكد فارجع للنسخة الرسمية بتاعت الواتساب. وابدأ استخدم الواتساب من النسخة الرسمية. وزي ما قلت لك بقى كل السياسات اللي اتضافت جديدة ديت خلي بالك منها. ما تعملش دعوات كتير للاصدقاء وتبدأ تبعد جروب مسلا لناس كتير. او مسلا تبدأ تضيف ناس كتير في جروبات. او تبعد رسالة وتعمل تحديد الكل. كل الكلام ده ما تعملوش في النسخة الرسمية حتى. لان انت هتتحذر لو انت عملت الحاجات دي. طيب بقى لو انت اتحذرت الحظر اللي هو المشدد. او الحظر الانتهاك. زي ما انتم معارفين. حظر الانتهاك غير الحظر الانتهاك المشدد. لان دوت بيقى فيه طلب مراجعة. التاني ما بيبقاش فيه طلب مراجعة. اعلمك دلوقتي ازاي تفك الانتهاك المشدد. وخلي بالك ده اعلى نوع من الانتهاك. يعني اي انتهاك اقل منه وتقدر تفكه من خلال طريقة لنا الشحة دي. والطريقة دي مجربة بنسبة مية في المية. وانشوه الله تشتغل معاك. ما تنساش بقى اللايك الجميل وكبات اوه بتاعتك وتابع معايا. دلوقتي احنا نتواصل مع فريق دعم الواتساب طبعا تقدر تواصل معاهم من خلال الجيميل او من خلال حسابك على اليهو. يفضل طبعا حسابي ايهو لو انت معاك حسابي ايهو تقدر تكلمه من حسابي ايهو. ولكن هستخدم الطريقة على حساب الجيميل. زي ما قلت لك تقدر تستخدمها على حساب نفس الطريقة بالضبط. اول حاجة تبدأ تعملها تبدأ تدخل حسابك على الجيميل. اول ما تدخل على الجيميل هتلاقي تحت عندك كلمة انشاء. وبعد كده تلاقي عندك هيفتح معاك بالشكل ده هتلاقي من وإلى. من ده حسابك على الجيميل الى ده الحساب اللي انت هتواصل معاه. هتبدأ بقى تحط اربع حسابات. ولكن هتبدأ تبعتهم حساب حساب. اول حاجة نبدأ نتواصل مع فريق دعم الواتساب من خلال الحساب ده. طبعا كل الرابط ده سيبالك. اول حاجة الحساب ده هبدأ ادوس عليه كده اضافة لكده اول حساب. هبدأ اكتب في الموضوع تم حظر رقم. وبعد كده انشاء رسالة هبدأ بقى احط رسالة ده اللي انا اوررها لك دلوقتي حالا. برضو هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الواتس. تبدأ تدخل رسالة بالشكل ده وبعد كده هتلاقي لديك كلمة ارسال فوق تبدأ تدوس عليها. كده خلاص انت بعتدت اول رسالة. نبدأ واقع نعمل تاني رسالة بالزبط زي ما ترون فين تحت هو تم الارسال لو انت شايفها. بعد كده نبدأ ادوس على انشاء ونبدأ نبعد الرسالة التانية على البريد التاني الخاص برضو بدعم الواتساب. ده البريد التاني احنا نبعط له. هدوس على اضافة مستلم. بعد كده برضو الموضوع نكتب برضو تم حظر رقمي. وبرضا نكتب في انشاء رسالة نفس الرسالة اللي احنا كتبناها في اول بريد. بعد كده ابدأ ادوس على ارسال. ده كده تاني بريد بعتناه. بعد كده ندوس تاني برضو على انشاء. نبعد تالي بريد. هبدأ ادوس على اضافة مستلم. بعد كده برضو موضوع تم حظر رقمي. بعد كده في انشاء رسالة ادخل نفس الرسالة برضو. بعد كده ابدأ ادوس على ارسال. دي كده تالت رسالة رابع رسالة بقى. واخر رسالة معنا. هنبدأ برضو نمعتها على رابع بريد. بعد كده اضافة مستلم. بعد كده برضو الموضوع تم حظر رقمي. وفي انشاء رسالة الالكترونية هبدأ ادخل نفس الرسالة برضو. بعد كده ابدأ ادوس على ارسال. كده انت توصلت مع كل فريق دعم الواتساب. يعني الاربعة دول. دول كده الاربع بردات اللي موجودة. اللي الدعم من خلالهم بيبدأ يرد عليك. انت هتبدأ تحدث كده. تفضل تحدث كده زي ما انتم شايفين. هتلاقي رسالة واحدة بس اللي وصيت لك. او هتلاقي الاربعة. طبعا اما بيصالوا واربع. تبدأ بقى تدخل على الرسالة كده اللي هتبعتت لك. زي ما انتم ما شايفين. هتلاقي عندك مرحبا شكرا على رسالتك. وفي نفس الرسالة اللي وصلت لك من دعم الواتساب. هتلاقي عندك يمكنك ايضا الرد على هذه الرسالة مع ذكر رقم هاتفك. انت هتلاقي عندك الرد على الكل. هتبدأ تدوس عليها. بعد كده هنا هتبدأ تحط رقم التلفون بتاعك مسبوك بالدولة. بنفس الشكل اللي انا مرور لك دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين هتبدأ تنسخ طبعا الكلمة دي. كل الكلام ده هسيبه لك موجود في الوصف. هتبدأ بقى طبعا تمسح الكلام ده. طبعا انا بابضح لك هنا بس اللي انت هزم تحط الرمز للدولة. هتبدأ تمسح كده. وطبعا بس تسيب علامة زائد. وبعد كده بقى تبدأ تحط الرقم. ولكن قبل اتنين طبعا لحسب كود الدولة انت بتبع عارف كود الدولة بتاعتك. انا ده كود الدولة بتاعي اللي هو اوله اتنين. كود دولة مصر. وبعد كده احط رقم التليفون. طبعا ده رقم التليفون هجيبه من خلال الصفحة رسمية بتاعتي. طلبت من الناس ان اي حد محظور يحط له رقم في التعليقات. المهم يعني فانا معي الرقم ده هبدأ بقى ادوس على ارسال. ده كده اول رد. زي ما انتم شايفين تم الارسال تحت. هبدأ بطلع من الرسالة دي. وابدأ احدس كده. واصبر لحد ما كل البريدات التانية. تجيلي هنا. هتلاقي طبعا الاربع بريدات جولك. هتبدأ بقى ترد بنفس الرد دوت على الاربع بريدات. طبعا هنا متأخر لو انت بقى معك حساب ياهو. هتلاقي رد عليك بسرعة جدا. هنا بتأخر شوية. رسالة بتقود حول ربع ساعة او اكتر. المهم لو انت معك حساب ياهو. ابعت من خلال حساب ياهو افضل طبعا. وتبدأ بقى ترد بكل الرد بتاعك. هتحط كود الدولة. وبعد كده رقم التليفون بتاعك. وبعد كده ان شاء الله خلال 24 ساعة هيكون الحساب بتاعك اتفاك. زي ما انتم شايفين تاني بريدة رد عليها. جالي بريد تاني. هبدأ برضى ارد بنفس الرد. هدوس على الرد على الكل برضه. بعد كده ابدأ احط رقم التليفون. او ممكن بقى هنا بدن ما احط الاقواس هبدأ ادوس بلاص. اتنين. وبعد كده هبدأ احط رقم التليفون على طول. هبدأ احط رقم التليفون اللي انا اخذه. زي ما انتم شايفين بنفس الشكل ده كده بالزبط. وبعد كده هبدأ ادوس على ارسال. كده خلاص هو تم الارسال. ده كده تاني فريق دعم. برضه هبدأ احدس كده. هبدأ ايجي لي فريق دعم التالت. وبعد كده الرابع. وهكزا. هبدأ ارد مسلا على اتنين احط اقواس. وبعد كده علامة زائد. وبعد كده رقم التليفون. والتنين التانين هبدأ ارد عليهم بلاص. وبعد كده هكتب الرمز. وبعد كده ابدأ اكتب الرقم على طول. مش لازم بقى احط الاكواس يعني ارد مرتين كده ومرتين كده طبعا انت كده تواصلت مع كل فريق الدعم وفيه فريق دعم منهم اكيد على طول هتواصل معك ويبدأ يفكلك على طول حسابك على واتساب فيه رد دلوقتي جالي تاني زي ما انتم شايفين قال لي اهلا بك شكرا لاتصالك بواتساب فريق الدعم لدينا تلقى طلبك وسانتواصل معك بخصوص استفسارك في اسرع وقت ممكن زي ما انتم شايفين هتلاقي على طول بقى فريق الدعم قد يتواصل معك وبعدك ان شاء الله حسابك هتفك على واتساب هسيب لك كل حاجة استخدمتها في الوصف وبكده كنت هتحققيتنا النهاردة دمتم في امان الله